أصيب عدد من ميليشيا الأسد المتمركزين بالفوج 46 بريف حلب الغربي جراء استهدافهم بقذائف الهون من قبل غرفة عمليات الفتح المبين هذا واستهدف قصف مدفعي لعصابات الأسد محيط بلدة كنصفرة بجبل الزاوية قتل الشاب محمد حشاش تحت التعذيف في سجون ميليشيات قصد بمحافظة الحسكة بعد أن غيبته في سجونها مدة ثلاثة سنوات وفي سياق آخر أصب أكثر من مئة شخص بالتهاب الكبد بمنطقة مصياف بريف حمام جراء اختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي قالت مصادر محلية وإعلامية أن الاستخبارات التركية تمكنت من قتل مسؤول الاستخبارات لدى ميليشيا البيكيكي صبري عبدالله إثر عملية نفذتها الشمال سوريا وفي سياق مختلف قتل عنصر لقصد جراء اشتباكات متبادلة مع الأهالي بريف دير الزور أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن البلاد ستستضيف غدا الاثنين في العاصمة عمان اجتماعا يضم وزراء خارجية السعودية والعراق ومصر وعصابات الأسد بهدف مناقشة الحل السياسي في سوريا حسب زعمهم سجلت أسعار صرف الليرة السورية تدهرا جديدا في تداولات اليوم الأحد حيث انخفضت قيمتها في أسواق دمشق لنحو ثمانية ألاف ومائتي ليرة مقابل الدولار الأمريكي مبيعا وثمانية ألاف وخمس وسبعين شراء أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى عن قمة مرتقبة ستعقد يوم الأثنين المقبل بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين لبحث العلاقات العسكرية والتجارية بينهما وقال المسؤول أن الفلبين قلقة حاليا من استفزازات الصين المتكررة